فاتورة كبيرة من الخسائر البشرية سجلتها الحرب المتواصلة في محافظة مأرب بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية حيث تحولت المعركة إلى مستنقع لطرفيها العاجزين حتى الآن عن حسمها أكثر من سبعين مقاتلا من القوات الحكومية والميليشيا لقوا مسرعهم خلال الساعات الأخيرة قرب مدينة مأرب وذلك مع شن الميليشيا هجمات مكثفة للتقدم نحو آخر معاقل الحكومة في الشمال مصادر في القوات الحكومية أوضحت أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات واسعة إلى وادي المسجح والكسارة شمالي غرب مدينة مأرب في مسعى منها لتحقيق اختراق جوهري نحو مدينة مأرب وبينت المصادر أن معارك محتدمة تدور في ثلاث جبهات حققت الميليشيا خلالها تقدما في الكسارة والمسجح لكنها عاجزت عن التقدم في منطقة جبل امراد جنوبا وتعمق معركة مأرب حجم المأساة الإنسانية في اليمن حيث تعرض مليون نازح داخليا لخطر كبير وتهدد جهود التوصل إلى حل سياسي في وقت يتحد فيه المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء النزاع تزامنا مع احتدام المعارك في مأرب والتصعيد العسكري الواسع استأنف الوسطاء العمانيون تحركاتهم لإنهاء الأزمة اليمنية إذ عقد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اجتماعا مع الوفد التفاوضي الحوثي في مصقط الذي يرأسه محمد عبد السلام والذي لم تحمل تصريحاته الأخيرة معها أي إشارة إلى وجود تقدم ملموس في مسار إنهاء الأزمة أو وقف إطلاق النقر من جانب آخر قال الرئيس عبدربو منصور هادي إنه لا يمكن قبول ما وصفها بالتجربة الإيرانية الدخيلة التي فرضتها ميليشيا الحوثي مهما كلف ذلك اليمنيين من ثمن في تصريحات رأى محللون أنها تحمل إشارة ضمنية إلى رفض الشروط الحوثية الخاصة بفتح مطار صنعاء إلى كافة الوجهات بما فيها طهران ودمشق شكرا